أفدت مصادر إعلام كينية أن مسلحين اقتحموا حرم كلية جامعية في بلدة غريسة بشمال شرق كينية في الساعات الأولى من صباح اليوم المسلحون نفذوا تفجيرات وتبادلوا إطلاق النار مع أجهزة الأمن لبضع ساعات وأضافت المصادر العالمية في هذا السياق أن المواجهة ما زالت مستمرة في كلية غريسة الجامعية ولم تعلن يوجهت عن مسؤوليتها عن الهجوم إلى حد الآن موسيقى